مرحبا بكم في قناة مطبختي يمسان نتمنى ان الفيديو تنهار اليوم كيدخل عليكم كامل تكونوا بخير على خير ان شاء الله اليوم المطبخي اخترت لكم وصفة كيك يومي واخترته يكون بضوق الشوكولاتة يجي خفيف وحشيش وارطب وزيت الزيكين ورافقته بهات الصوف الشوكولات ليجا تبنينا زادته بنا على بنده وخلت الضوق ديالو ما ينشبعش يجي رطب المساقه تعبيوه معاكم هكذا كهدية ولا خرجوه معاكم ولا تشربوا بها الأهوة مع حلقة ثلاثة لله الله تفرحوا بها العائلة وصفة الأطفال يحبوا بزاف الشوكولاتة بيسكويب شوكولاتة والذي فيه شباب هو بيسكويب شوكولاتة بدون شوكولاتة اللي يحب معي الوصفة من البداية حتى النهاية كيف حضرنا هذا الكيك نبدأ بسم الله على براكتي لأول خطوة كيك نقضيع الفرن يسخلي ملاحمة مئة وثمانين درجة كيك نأخف hago كيك و أنا اخطأت الموضة كثير من المعجارين و اتصوأت نسخف 24 اضع الفارينة في كامل موليانة ونضيف الموليانة على جانب هذه الخطوة مهمة لنجح الكيك الآن نحضر البيسكيو قبل أن نقول لكم على المقادر نحب أن نخدمها في الميكسر نجح لكم على الميكسر تحبه في ميكسر نجح بالبعطر والاقع 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 التعليق في المقادر في الميكسر ثلاثة ميكسر انا هنا في الغرفية كانت عندي هنا حبة مكسرة نبدأ بيها وعود مشي تزوج حبات كاملين اذا في المجموع استعملنا ثلاث حبات كاملين يكونوا عنا بدرجة حارة المطبخ نضيف عليهم كاس من السكر ساعة الكاس الليالي تنهى اليوم هو 220 مللت نضيف عليهم ملعقة صغيرة لاباني ونجيب الميكسر ونبقى نخلط هذا الخليط تحتاج البيت والسكر حتى نحس بلي هذا السكر كامل وهذا الخليط ديالي بداية بياض والضعف شوية الحجم ديالو ولا اللي اللون ديالو فاتح وفي هذا المرحلة عاد نمشي نضيف له نصف كاس الزيت نفس الكاس اللي عبرتلكم به في البداية السكر نعبرو به كامل مقادير بصح الزيت البنات ديالنا نبدأ ونضيفها غيبة تدريج نقصها على ثلاثة والاربعة نعملو شوية ونميكسر ونعملو شوية ونميكسر نكملو كامل كمية بعد اللي يدخلنا كامل كمية الزيت تحسو بالخليط تحتاج الموسكوت واللات البيسكويت ديالنا بداية قالكم في هذا المرحلة نمشي ونضيفو عليها كاس الحليب مادا بيكم البنات كي تكونوا تخدموا البيسكويت دايما الحليب البول بيت يكون عندكم بدرجة حالة المطبخ لا تعملو شو حليب ديالكم بارد نضيفو كام هذيك الكامية الحليب على دفعة واحدة نميكسر وغير لغاية الخليطة ديالنا حتى اللي يشكلونها قدر غاول وفي هذا المرحلة اتريدو مع الميكسر وهنا سيكملنا مع السوائل دروق نفوتو النواشف دايما البنات النواشف نحاولوا نفوتوهم في المصفات باش نحلوهم كما تلك الكويرات اللي فيهم اللي تشكلونا بالرطوبة نمشي ونعملو كاس اللوول الفارينة نفوت هذيك الفارينة ديالي في الصفايا كاملة مشيت نزيد عليها علبة وانسف تاخل خاميرات الحلويات هنا في اللوول استعملت علبة كاملة والعلبة الثانية رفت فقط ملعقة صغيرة في المجموع استعملنا 15 غرام تاخل خاميرات الحلويات ملعقة صغيرة بيكاربونات السوديوم الخاص بالأكل يعطي حلع شاشة البيسكوية ما نقولكم يمكن استغناء عليها ومشي تزد على هذه المكونات زوج ملعقة كبيرة الكاكاو المر بني البنات وشوفوا النوعية الكاكاو تكون جيدة باش البيسكوية يجيكم مبنين والآن نستعمل الفوين نحن نحن ندخل هذه الفارينة والكاكاو في الخليطة في الخليطة وكان نقص كاكاو نقص كاكاو وضفت ملعقة كبيرة في المجموع ستعمل ثلاث ملعقة كبيرة كاكاو على حسب نوعية الكاكاو نستعمل فقط ملعقة كبيرة ولكن لديكم هكذا كما تعمل فقط ستعمل ثلاث ملعقة كبيرة دخلت هذه الملعقة الكاكاو في الخليط وصلت الخليط نقص فارينة وهنا نقص فارينة في المجموع استعمل كاس و نصف فارينة نقص فارينة ستعمل و تعمل بعد أن تجد الفارينة هذا القاوم سوف نحصل على كما تحصل على ثلاث ملعقة كبيرة نقص فارينة و سوف نقص فارينة في الملعقة و بالطبع سخونة نقص فارينة و نقص فارينة قوص فارينة نقص فارينة و نقص فارينة انفخ لعب نقص فارينة و نتفخ نقص فارينة رائحة الوزنة خرج بكوردان لتأكيد ظهر نخلق الهواء يطلق التبسي ونقلب بسكويت إذا تكونوا يدهنيوا تلقب الهواء لم يعد بكامل ينزل بكل سهولة هذا لم يقوم بأول مؤسس في المول هذا الخطوة مهمة يجب يدهنيوا تلقب الهواء نخلق الهواء يقوم برد شرح مفصل يتبع المقادر تحضير السوس الشوكولات 4 كاس كاكاو المر مقادر السوس الشوكولات اخترز المكونات ملعقة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة خلطها ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة اضافت عليها نصف سكر نضيف ربع كاس زيت و نصف كاس تحليب بارد هذه هي المكونات تحليب الشوكولات كومشتو بدون شوكولاتة وبنتها لا تنشبعش لن تجيش في هذه البنت الكاكاو لما نحبوها دبت الفوية وحاولت نخلط كام هاد المكونات باش صوت شوكولات دينا جينا الشابة من الأفضل البنت تستعملوا الميكسر وحاولت نخلط غاية الغاية هاد الصوت شوكولات بالمكسر مكسيتها غاية الغاية كي تبقوا تمكسيوها حوالي خمس طائع تحسو بليد الصوت شوكولات ديالكم بدت تتقل تحتيد ديكم و هنا لكم اختيار تحبو الصوت شوكولات ديالكم تكون خفيفة ريضو تخلط في هذه المرحلة تحبوها تقيلة زيتو مكسيو انا حبيتها تقيلة شوية جيني تشبهكوما الباتاتاتاتيني تشوكولات إذا بقيت نميكسي عليه ها الميكسي نزيد نميكسيها زيتو لها حل خمس طائع بقيتو صح البنات اني قديم نطفيف الميكسر باش ما ينحق ليش حتى اللي حسيتها عادتلي تحتيد ديال وصايت ما اكتافي وهذا هو القوام من البنات اللي خاصني انتحصل عليه شوفوا كيفاش جات هاد سوش شوكولات لا تؤمنوش باللي هادي سوش جات ماجات غلاساج ماجات باتاتاتاتيني واسم اقول لكم بنتها جات بنينا بنينا كيزدنان هاديك النسكافي ماجيش في هاديك بنت القهوة بينها بزاف 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 وفي نفس الوقت عاود ماجيش بنت هاديك الكاكاوو اللي ما نحبوهاش اه تغلو بتانيك البنتها الزيت والقاوم ديالها يجيبنين بنتها ما تنشبعش على ما جربت الوصفة تالي سوس وهادي روعة جربوها البنات هادي متأكدة باللي تعجبكم اكتبوا لي في الكومنتي عمرت هات سوش شوكولات ديالي في فلابور جيتا باش تنسيين هادك البيسكويت ديالي وانا سايكل شين عندي واجد البيسكويت ديالي رها برديس سوش شوكولات ديالي رها واجدة شوفوا البنات في البداية حبيت نعملكم فقط خطوط بالشوكولات باش توفوا بدي تأدو تزينوا بها بدي سيغنا ما جي وقت لا كريم تأدو تعملوا بها خطوط تحبوت تعملوا هكذا خطوط فوق لي كخاب ولا خطوط هكذا فوق لي بيسكويت كيتكون عندكم هكذا أصحة وعقدة تأدو تشكلوا بها خطوط عاوتو حبيت نوريكم كذلك تأدو تتعملوا هاكل غلاساج هادي غيت عاوت تكترو منها وتغلاسي لكم اللغاتو غاية الغاية انا فضلت في البناس باش نعمل كامل بيسكويت يالي الغلاساج من فوق باش يزيد لبنة على خاطر هي اللي طبعتو وزادت لبنة على بنا ورقم عارفين دراري موتو على الشوكولات انا نخدم فيها وما نغيل حسولي وشوفوا معايا البنات كيفاش جاهدك الغلاساج والشوكولات جاه لماع جاه شباب بزف متأمنش بلي هذا بلاس شوكولات تحبو تخليوها غيل هاكذا كجاه شباب غيب واحدو ولا تحبو تعملو شوية تزيين انا عملتو تزيين خفيف غيح شوية بتاعلي زاموند ايفيلي وهنا تزيين اختياري وحسب الموجود في المنزل كانت هذه الوصفة اللي اختاريتها لكم نهار اليوم وصفة كيك يومي بدوق شوكولاتة جاي يهبل يهبل بنتو متنش بعشته خفيف وبنين وقبل ما نختم معكم فيديو تنهار اليوم نمشي نقسم لكم حلقة ده باش نشوفوا عنقارو كيفاش ده شوفوا البنات يجي خفيف يجي هبل تأدو توجدو باش تشربوا به هاكذا القهوات على الصباح ولا تلعشية ولا معاها كويس ثلاثة ولا تأدو تعبيوه هاكذا كيتمشو شيدار في يديكم إلاجاتكم شي خرجات توجدو يجي شباب ويجي خفيف ونأكد لكم بنات هاديك الصو الشوكولات هي اللي زاد طبعته ما خلاته شي يجي ناشف تجربوه البنات حاجة ساهلة مهلا بتلاتة حبيبات طالبيت وتما فرحتوا العائلة ديكم وصلنا الى نهاية الفيديو تنهار اليوم ما تنسونيش بتعاوتكم بالخير يعطي تسوي الدنيا وما فيها وشوفكم فيديو اخر بإذن الله